جلنا دلوقتي مصدر رفيع المستوى لا صحة لما ذكره إعلام إسرائيل عن وجود أنفاق على الحدود مع غزة قال مصدر رفيع المستوى أن هناك محاولات إسرائيلية مستمرة بتصدير الأكاديب حول الأوضاع الميدانية لقواتها في رفح بهدف التعتيم على فشلها عسكرياً وللخروج من أزماتها سياسية وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية وأكد المصدر أنه لا صحة لما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية حول وجود أنفاق على الحدود المصرية مع غزة وأن تلك الأكاديب تعبر عن حجم الأزمة التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية الإسلوب المصري شد جمد قوي على الوضع الإسرائيلي يعني محاولات إسرائيلية مستمرة بتصدير أكاديب حول الأوضاع الميدانية لقواتها في رفح يعني هو بيقوله أنت بتدري على خبتك في رفح بتقول حاجات كده ده كلام كبير وقوي يعني لم نعتاد على هذه المفردات الحقيقة بقالنا كم يوم شغلين في سلخ الإسرائيل كده بشكل محترف وبهدف التعتيم على فشلها عسكرية ده أنا هنا بوصف الجانب الإسرائيلي أنه فاشل عسكرية أنت فاشل وللخروج من أزماتها السياسية يعني بيقوله إيه؟ روح بص في حاجتك وشوف الأزمات اللي عندك بدل ما أنت عمل تقول لي فيه أنفاء على الحدود أنت كل اللي أنت بتقوله ده كذب دور على حالك جوه أنا مبسوط أن بقنا نرد كلمة بكلمة أنا مبسوط أن بقنا نتأخر في الرد أنا مبسوط أن حاسس أنه دولتي حرة أني بقول للرئيس الأمريكي أنا مش هفتح معبر رفع مع عذابة إسرائيلي دي حاجة يعني لازم نقف عندها فكل هذه البيانات التي تخرج بالسرعة دي وبالكيفية دي وبالمفردات القوية دي ده أمر لم نكن يعني نقوم به في الماضي القريب والآن أصبح بشكل دائم ومستمر على مدار اليوم موجة في ثلاثة أربع تصريحات بس تبقى ردا برضا على تصرفات إسرائيلية أو تصريحات إسرائيلية